أولاً كنشكركم على الاستضافة الإعلامية تحية تربوية إلى جميع نساء ورجال التعليم والشغيلة التعليمية ككل فيما يخص المسألة الحسم دي الملف التعاقد يعني منذ 2019 أو أقول لك منذ تأسيس نصيقية في مارس 2018 ونحن نرافع ونناضل من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لكن اليوم كنشوفوا بأن هذا النظام الأساسي هو نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية لأنه كيستان نخذ غير القانون 070 يعني أن هذا النظام الأساسي من كيستان إلى هذا القانون 070 فهو قانون خارج الوظيفة العمومية لأن الوظيفة العمومية للقانون ديالها كنعرفوه أنه كي أطر الظاهير الشريف ديال 1958 لم يتم الاستيناد إلى هذا الظاهر وأنه منذ 2019 ونحن نشوفه فقط هناك مغالطات يتم ترويجها للرأي العام من قبيل أنه تم إدماج الأساسي في أسلاك الوظيفة العمومية اليوم كنعرفوه أنه كي 140 ألف أستاذ يعني كما كيعبروا لهما بأطر الأكاديميات لأن هذه الأسماء منذ 2019 وهي كنا أسماء كثيرة كطروج كان خرج الوزير السابق أمزازي في 2019 وقال بأنه تم الحسم مع التعاقل وتم إدماج هذه الأساسي في أسلاك الوظيفة العمومية عاود كيجيو من بعد كيقول لك بأن هذه الأساسي تم إدماجهم في إطار موظفي الأكاديميات ثم كيجيو كيقول لك بأن تم تسميتهم الموظفي الجهويين لأطر الأكاديميات ثم الموظفي الجهويين تابعي للأكاديميات في حين أن هذه كلها مغالطات وكلها مصطلحات فضفاضة ليتستندوا إلى قانون ديال الوظيفة العمومية إذن حتى هذا النظام الأساسي الجديد كما قلنا أنه ما كيستندش في المرجعية دياله إلى نظام الوظيفة العمومية لكي أطروا الظاهر ديال 1958 الموظفين في وزارة التربية الوطنية سواء منهم لا الإداريين لا المفتشين لا كان قصد لكل شغيلة تعليمية كان عندها واحد القرار اللي تسمى لغيطي هذا القرار هذا اللي كان بالموجب دياله يتم متعيل أساسي ديال الجدود الخريجين ديال المراكز الجهوية المعانة تربية وتكوين يعني منيولات في بلاست المدارس العليا للأساسي دا في بلاست سينبير وفي بلاست لناس كان أن هاد الناس هادو مجرد تخرج ديالهم كان كيتم تعيين ديالهم بواحد القرار وهذا القرار كي يقولك يعني طبقا لقانون الوظيفة العمومية اللي كي أطروا الظاهر ديال 2018 تم تعييل أستاذ فلان فلاني في السلم فلان فلان هاد تعينات احنا معدناش احنا كخريجين يعني ديال منذ 2016 لا نتوفر على أي شهادة تثبت على أنك أستاذ لأن الفوج ديال 2016 كيما كتعرفوا أن تم الإدماج ديالهم مباشرة للقسم للتعليم كان واحد تكوين بين ألاف الأقواص ديال كوكوتمينيوت ديال سريع جدا ديال الأسبوع أنا كتكلم عن نازل 2016 كذلك 2017 كان واحد تكوين ديال شهرين أو ثلاثة شهر حتى لمن بعد غاد غادي يجي تكوين ديال سنة ديال منورة 2018 ولكن هاد الفوجين ديال 2016 و2016 لا يتوفرون على أي شهادة تثبت المزاولة ديال هاد الناس هادو كأساتدة معدناش تشي شهادة بالبت والمطلق اللي كتخول لك هاد الصفة هاد أو اللي كتعطيك شي قرار ديال تعيين في قانون معين أو في لأنكما كتعرفوا أنه القرار المشترك اللي كان في الأول مبن وزير التربية الوطنية ووزير المالية اللي عليه على إثر وجاه هاد توضيف هذا هاد توضيف هذا اللي كان قول عليه بأنه اللي كان قنبلة موقوطة داخل وزارة التربية الوطنية ما زلنا نناضل على الإدماج في إسلاك الوظيفة العمومية الفعلي إحنا كنشوف بأنه كانت مقترحات من طرف الجامعة الوطنية التعليم توجه الديمقراطية مني كان دخلت الحوار للأسف أنه تم المنادلات عليها الحوار ضمن الممتلين ديال الأساسي دا أو المنسقين ديال في إطار ما يسمى بالقطاع الوطني للتربية والتعليم اللي كنا نحن نخارطه فيه 21 هيئة الغد ليه تم سحب أو تم عدم الموافقة على جلوس المنسقين إلى طاولة الحوار بجانب الجامعة الوطنية للتعليم توجه الديمقراطي ثم بعد ذلك كنشوف أنه بعد خروج تنسيق الوطني لقطاع التعليم بالإضراب دياليومين كيتم حتى هذا النقابة هذه اللي هي أكثر تمتيلية اللي خصت تكون مع النقابة الأربع كيتم الحرمان ديالها وعدم المنادات ديالها للحوار تم السدعاء ديالها اليوم احنا كنتكلموا على يعني عدم تمتيلية الأساسي دا المنسقين ديالأساسي دا التنسيقيات اللي هي في الميدان مع العلم أنهم كيخرجوا علينا مجموعة من الأصوات من داخل وزارة التربية الوطنية اللي كتقول بأن ما عندهم الشرعية وغير قانونيين إلى غير ذلك إلى غير ذلك مع العلم أن الشرعيات وكتسبوا بالميدان شكو اللي كان في الميدان اليوم هل استطاعت النقابات المحاورة لوزارة التربية الوطنية أنها تقنع الأساسي دا بهذا النظام هذا النظام المآسي ولا نقول عليه النظام الأساسي اللي يفجر هذا المعركة هذه اللي هي غير مسبوقة في التاريخ ديالشغيلة التعليمية لكن تراكمات ديال المشاكل داخل هاد القطاع جعلت هادنا هاد الناس كيحسوا بعدم الكرامة كيحسوا بالقمع ديالهم لا اللفظي لا المعناوي لا خروج مجموعة من الأصوات من داخل الوزارة التي تستفز الأساسي دا بجميع إسلاكهم وهذا الشغلين نتكلموا عليه فيما بعد إذن قلت لك بأنها كتحرم هاد النقابة لربما لأنها علنات على الإضراب ضمن هاد النصيق الوطني لقطاع التربية والتكوين على يومين مع العلم أن نقابة أخرى كانت ضمن الحوار رهى علنات على إضرابات وإنزالات وطنية ثم تم المنادات ديالها والاستمرار في الحوار إذن هاده ما يسمى بالانتقائية هاد الانتقائية غير مفهومة هاد الانتقائية ما بين النقابات الأكثر تمثيلية بين آلاف الأقوات مع العلم أن الأساس إذا المفروض عليهم التعاقد ما شاركناش في التصويت باش أن هاد الناس يكون احنا ما شاركناش في التصويت بصفة نهائية مع العلم أن المرسامين كانوا شاركوا في التصويت من أجل اختيار هاد النقابات الأكثر تمثيلية باش أنها تمثلهم مع العلم أن هاد الناس المفروض عليهم التعاقد لم يصويتوا ولم يشاركوا ولم يكن لهم هذا الحق إذن بأي صفة قانونية أنك أنت كنت تمثل هذا الفئة أو كنت تتكلم عليها مع الهلم أنه عندها تنصيقية وعندها هيكل تنظيمية بالتالي المطالب ديال هذه الفئة هذه ما زالت مطالب ليلفها الغموض وعدم الوضوح وعدم الإدماج في إسلاك الوظيفة العموية لأن الإدماج يخص 140 ألف منصيب ومني كنت تكلم عن 140 ألف منصيب راتمت المناقشة دي القانون المالية بالتالي المناصب يتم مناقشتها في القانون ديالة المالية إذن ما كنش مناصب مالية في حين أنه كيف يتم هذا الإدماج إذا كنا احترموا القانون وهذه الناس كي احترموا القانون فيجب عليهم أنه يكون الوضوح اليوم الوزارة مطالبة بالوضوح مع الشغيلة التعليمية هذا الوضوح هذا هو الذي يدير تقى ما بين الوزارة الوصية للقطاع وما بين الشغيلة التعليمية لكن للأسف شديد أن هذا الوضوح ما كنش أسألي الاعتراض بالخطأ فضيلة نعم لكنك أنك تصحي خطأ بخطأ آخر عبر الترويج لواحد المجموعة من المغالطات فهذا هو السيء لماذا؟ لأن تصحيح الخطأ يجب أن يكون بشيء ملموس ومعقول ويتم الاستناد إلى في هذا النظام الأساسي يتم تكون المرجعية دياله كتستند القانون ديال الوظيفة العمومية اللي يأثر الظاهر كما قلنا دائما ديال 1958 لأن هذا الوظيفة العمومية هي مكسب لبنات وأبناء الشعب المغربي ونحن نعرف أن التقارير ديال الصناديق الدولية المانحة هي ضد الوظيفة العمومية ليس فقط في المغرب بل في مجموعة من أنحاء العالم لأن اليوم نرى أن التقارير الدولية قد تقول لهم بأن كتلة الأجور مرتفعة جدا كذلك نمط ترقيم مخالف لما تنص عليه التقارير ديال الصناديق الدولية المانحة إذن هنا يظهر أن هناك استجابة لهذا الصناديق النقد الدولي والبنك الدولي وهناك تنزيل لقراراته رغم توجه ديال السياسات العمومية في الدولة كيبنى بأنها كتتوجه صوب هات تقارير وتتم تنزيل ديالها لأنهم كيعتبروا اليوم أن المدرسة هي مقاولة وكنشوفوا أن اللغة حتى اللغة والديباجة التي تم بهذا النظام المآسي اللي طالبنا بالسحب دياله النهائي كنشوفوها بأنها لغة اقتصادية لغة المقاولات ويتم تحويل قطاع التربية والتكوين من قطاع التربية على القيم والتعليم والفائدة والمعرفة إلى قطاع اقتصادي قطاع المقاولاتي قطاع يريدون من ورائه يعني تحقيق ربح معين بالتالي حتى هنا كنتكلموا على ما يسمى بمجانية التعليم التي أصبحت في مهب الريح واليوم حتى هذا المؤشير اللي كنتكلموا عليه اليوم من خلال سجل اجتماعي ديال الأسار والعائلات اللي هو معروف أن من خلاله هناك مآرب أخرى من خلاله اللي تم فرض رسوم على الأسر انطلق التعليم وهذا اللي كان صرح به الغير اللي كان صرح به رئيس الحكومة السابق وداخل البرلماء اللي قال أنا الدولة أن ترفع يدها عن الصحة والتعليم لماذا؟ لأنهم بالنسبة لهم الصحة والتعليم كي كلفوا الدولة وحد النفقات اللي هي مرتفعة جدا كي تناسوا أن التربية والتعليم هي اللي غتحد لك من الجريمة هي اللي غتحد لك من مجموعة من الأمور لأنها هي اللي تصهر على تنشئة الأفراد داخل المجتمع حين أنه اليوم يتم مطرويج مجموعة من المغالطات والأكاديم من قبيل إدماج الأساسدة وأنا كنت شرط لك على أن الأساسدة قبل من 2016 كان يتم تعينهم وفقاً لقرار تعين وفقاً لهذاك الضائر 140 ألف منصيب اليوم لم يتم الإعلان عنها إذن كيف سيتم إدماج الأساسدة في إسلاك الوظيفة العمومية ونحن نعرف بأن الوظيفة العمومية تحتاج إلى مناصب مالية تحتاج إلى مناصب ممركزة إذن فهذا هذه مغالطة ثم ما زال هذا النظام الأساسي كي يقول لك بأنه يسري على جميع من يبدله حسب ما قيل لأنه يسري على جميع موظفي القطاع بما في ذلك أطر الأكاديميات وأن لهم نفس الحقوق التي تضمنها الوظيفة العمومية لعنهم موظفي الآخرين إذن هنا مني كي يقول لك لهم نفس الحقوق إذن ما زال الخطاب اللي كي في هذا النظام الأساسي كي يحمل واحد مجموعة من الغموض اللي غير واضحة وإحنا اليوم كي ما قلت لكم قبل نحتاج إلى الوضوح نحتاج إلى لغة واضحة نحتاج إلى الوضوح والوضوح راه هو لإدماج في إسلاك الوظيفة العمومية وفقا لمناصب ومركزة يتم الإعلان عنها ويتم إدماج هذه الناس في إسلاك الوظيفة العمومية لكن ده بهذا النظام الأساسي كامل كي ما قلت لكم راه ما كيستان جصر المرجعية دياله ما شي هو قانون الوظيفة العمومية راه المرجعية دياله هو القانون 0700 ووحد جزء القوانين أخرى اللي هي خارج قانون الوظيفة العمومية شوف سيدي القرار القرار كيبقى المعنيين بالأمر لأن المعنيين بالأمر متضررين بالتالي هذا الدرر اللي الحق هذا القطاع الحيوي اللي هو التعليم رخص الدولة ومعها الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع أنها تستحضر هذا الحراك اللي واقع داخل قطاع التعليم وره ما شي القوانين هي قرآن منزل رحت النصوص القرآنية كيكون فيها الاجدهاب بالتالي هذا القوانين ليست قرآن منزل إلا كانت ضد إرادة الشغيلة التعليمية واش مني كيتخرج 330 ألف أستاذ تطالب بالتعديل في هذا النظام الأساسي وأنها لحقه من خلاله مجموعة من لك تحس بها الشغيلة التعليمية أنه يمس بكرامتها أنه يمس بمصاريها المهاني أنه يمس بالتقع وديالها أنه يمس بمجموعة من الأمور وانت ما زلت متشبت بهذه القوانين هذه يعني في ظل نهج المبدأ دي الأدن صماء والهروب إلى الأمام واش هاد الناس هادوا كاملين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة بالتالي هل يمكن أن تجتمع كل هاد نساء ورجال التعليم لهم 330 ألف على ضلالة واش يمكن هاد الناس هادوا كولهم كما كيقولوا مجموعة من الأصوات من داخل وزارة التربية الوطنية للأسف لوب المسيطر على وزارة التربية الوطنية بأن هاد الناس كاملين مني كيجيوا هدروع الحقوق ديالهم يتهمونهم بأنهم تسيرهم أجندات خارجية واش منيك إن فواكي هدر أي إنسان أو أي رجل تعليم أو أي تنظيم معين من قبيل تنصيقيات مثلا كيهدروع الحقوق ديالهم لحسوا أنهم تظلموا وحسوا أن هذا النظام هذا ظالم لهم وحسوا بأنه نظام عقوبات وأنه يجبوا أحد العقوبات كثيرة وما كتستاجبش لهذا الناس هادو وكتخرج عليهم كتستفزهم وكتسبهم وكتتهمهم باتهامات خطيرة جدا بأنها تسيرهم أجندات خارجية من هذه الأجندات الخارجية شكون هذه الأجندات الخارجية بل أنتم أنتم اللي أبغينا نقولوا اللي أجندات خارجية اللي هي القرارات والتقارير ديال الصناديق الدولية المانحة إذن هنا يجب استحضار الحكمة ماشي أي إنسان خرج كيهدر على الحقوق كتهموا باتهامات خطيرة جدا من قبيل رهن التلاميذ وأن التلاميذ راهينا وهذا ما جاء في تصريح ديال مسؤول من داخل جهات الرباق هذا المسؤول اللي هو ضمن اللوبي المسيطر على وزارة التربية الوطنية ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي